أعلنت وزارة الصحة اليوم السابت عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد و 3879 حالة شفاء و 342 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كوفيد-19 اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 377.730 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في جورج مارس الماضي ومجموع حالات شفاء تام إلى 327.693 حالة بمعدل تعافي يناهي 87% في مرتفع عدل الوفيات إلى 6.184 حالة بمعدل فتك يبلغ 1.6% وتتوزع الحالة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة برجيهات المملكة بين كل من جهة الضربيضاء ستات بـ 1780 حالة 1327 بالضربيضاء 111 بالمحمدية 81 بالنواصر 80 بالجديدة 80 أيضا ببرشيد 44 بكل من ستات ومديونة 15 ببن سليمان وأربع حالات بسدي بن نور فيما سجلت جهات الريباط سالة القنيطرة 755 حالة 211 بسخيرات مارا 216 الحالات بسالة 97 بالقنيطرة 89 بالريباط 82 بسدي سليمان 57 بسدي قاسم 13 الحالة بالخميسات فيما سجلت جهات سوس ميسا 394 حالة 103 الحالات بإنزقان أيتم النور 96 بأقادير إدوتانان 83 بتارودانت 67 بتزنيت 26 بشتوكة أيتباهة و 16 بطاطا فيما سجلت جهات مراكش أسفي 384 الحالات 162 بالمراكش 36 بقلعة صراغنة 30 بالصويرة 21 حالة بليوسوفية 20 بأسفي 18 بشيشوة 12 برحامنة و 5 حالات بالحوز فيما سجلت جهات طنجة تطوان الحسيمة 250 حالة 200 الحالات بطنجة أصيلة 91 بتطوان 230 بالعريش 13 بالمضيق الفنيدق 4 حالات بشفشاون 3 حالات بوزان و حالتين بالفحصنجرة وسجلت جهات الشرق 562 حالة 70 بوجداء 27 بالناظر 17 بالدريوش 16 بكل من بركان وتوريرت 8 حالات بقرسيف 5 حالات بفيقيق و 3 حالات بجرادة وسجلت جهات قلمين موادنون 130 حالة 59 بطنطال 55 بقلمين 25 بالسزاد وسجلت جهات فاس مكناس 16 حالات 35 بفاس 24 بتونات 21 بتازا 13 بمكناس 6 حالات بسفرو 5 حالات بمريعقوب و حالتين بالحاجب وسجلت جهات بنين ملال خنيفرة 81 حالة 28 ببنين ملال 22 بلوثق بن صالح 15 حالة بخنيفرة 10 حالات بخريبقة 6 حالات بأزلال وسجلت جهات العيون الساقية الحمرة 58 حالة 55 بالعيون و 3 حالات بسمارة وسجلت جهات درعة تفيلال 56 حالة 18 بالرشيدية 14 بتنغير 11 بميدل 7 حالات بورزازات 6 حالات بزاقورة وسجلت جهات الدخلة ودي الدهب 16 حالة كلها بوادي الدهب وتتوزع حالة الوفيات عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار بيضاء سطاد ب12 حالة وفاة كلها بالدار البيضاء فيما سجلت جهات الريبات سنة القنيطرة 9 حالة وفاة حالتين وفاة بسخيرة مارا 3 حالة وفاة في كل من سنة سيدي قسم وحالة وفاة واحدة بالريبات فيما سجلت جهات سوسماسة 9 حالات وفاة 4 حالة وفاة في إنزكان 8 من لول 3 بأقدير إدوتنان وحالتين وفاة بتزنيت وسجلت جهات مراكش أسفي 5 حالة وفاة 3 حالة وفاة بمراكش وحالة وفاة واحدة في السويرة وششاوة وسجلت جهات طانجة تتوان الحسيمة 3 حالة وفاة 4 حالة وفاة في تتوان وحالة وفاة واحدة في الحسيمة وسجلت جهات الشرق حالة وفاة حالة وفاة واحدة في كل من الناظر والدريوش وسجلت جهات قلميم ودنون حالة وفاة بقلميم وسجلت جهات فاس مكناس حالة وفاة حالة وفاة واحدة في كل من مكناس وصفرو وسجلت جهات بني مليا الخنفرة حالة وفاة واحدة في خنفرة وسجلت جهات العيون الساقية الحمراء حالة وفاة واحدة بالعيون وسجلت جهات درعة تفيلات حالة وفاة حالة وفاة واحدة في كل من الرشيدية ورزازات ولم تسجل جهات الداخلة وادي الدهب أي حالة وفاة فمزيد من الحيطة والحضر لتفادي فيروس كورونا